عندي حاجة اسمها ايكو سيستم. اسمها ايه? ايكو سيستم. الايكو سيستم ده عبارة عن ايه? كل الكائنات الحية والغير حية. بقول عليها ايكو سيستم. بقول عليها ايه? ايكو سيستم. بقول ايكو سيستم عبارة عن ايه? ايه 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 ايكو سيستم. الايكو سيستم له ايه ايه ايه? ايه 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 اي بتعتمد على او عن في الامفيرومنت. طيب. بقول عليها لها اسم بقول عليها بايوتيك فاكتورز. بقول عليها ايه? بايوتيك فاكتورز. اسمها اسمها ايه? بايوتيك. بقول عليها ايه? بايوتيك. دي كده الجراسليند. دي تعتبر هابيتات. الجراسليند. الاكواتيك. الاماكن المائية. الديزارت. كل ديت اكزامبلز على الايكوسيس على الهابيتات. او ديفرنت ايه هابيتات. ابيوتيك فاكتورز. ابيوتيك فاكتورز يعني عوامل غير حية. عوامل غير ايه حية. او نان ليبينج. بايوتيك يعني ل ありنين. ابيوتيك فاكتورز. ابيوتيك فاكتورز واله денشف ايه 機. اری توجي. الابيوتيك فاكتورز واه دてيه ملافرات ديهه силь GarrettTلール. الأنمال، البكتريا، فنغي، بروتيس. كل هذه الانمال، أن تسمى المعروضية بيوتيك أكبر. الموتر صحيزي يواني من الواتر حول الواتر بالواترح. دعنا موازي ، فهل جميل الموتر بهبر الداخل. الدعنا موازي سنة موازيمر بالواتر إلى البير فيه، التي سنة موازي موازي رجل الغميثة. ساعملية الواتر حول الدقاء، علية الواتر عملية الواتر حول خطوة، قنطة العاملة. في الواتر التي تكون موازي بها. Evaboration It is the first step in water cycle Evaboration mean Convert from water to water bubble Evaboration معناها ايه Convert إن أنا بحول من water لwater bubble Convert From water to water وفبر From water To water bubble So ايه Water bubble بعد ما بحول من water لwater bubble الwater bubble ده بيحصل له Condensation ويبرد ويتقول لي ايه Clouds يبا طبعا ديت هتكون intro How do Conserving the amount of water We use Affect the water cycle How Conserving the amount of water We use Affect the water cycle Limit the amount of water Limit the amount of water Limit the amount of water We remove From natural water Away Allow natural water Level To remain At healthy levels بيقولك How does Conserving amount of water ازاي الحفاظ على كمية المياه بيأثر على الwater cycle انا بعمل Conserving للووتر How Conserving of water Affect الwater cycle الconserving لما بعمل Conserving للووتر او بحافز على المياه Limit the amount of water We remove from natural water way تمام بخلي كمية المياه او المياه اللي انا بستخدمها من natural water way الاماكن الطبيعية بتكون Limit محددة The natural water level to remain at a healthy level بيخلي الnatural water او المياه الطبيعية عند الهال سيكل الwater cycle بتحصل باستمرار بتحصل باستمرار فالحدوث بتاعها باستمرار بيحافز على level of A of water على level of water زي ما قلنا ان السن هي the energy source of water cycle الشمس هي مصدر الطاقة او السن هي energy source فقول عليها ايه سن يبس السن هي الايه السن هي energy source for water cycle يبس source of water cycle ايه سن او source for water cycle ايه سن تمام زي ما قلنا قبل كده ايه هي بتاعة الwater cycle ايه هي عمليات الwater cycle number one ايه evaporation number one ايه evaporation بعد كده transpiration transpiration condensation condensation very sophisticated قرآن ايه او قلنا ال evaporation when i convert ال evaporation بعمل convergence لو سمحت اقفلوا الماي لو سمحت اللي فاتح المايت عنده يقفلوا ال evaporation اللي بحول من liquid لايه evaporation ايه evaporation evaporation of water from plant leaves التبخر بتاع المياه من بقول عليها evaporation يبقى يبقى عندي حاجة اسمها condensation اسمها ايه condensation يعني استكاسف يعني بحول من بابور من بابور من بخار اه طب عندي حاجة اسمها اسمها ايه بريسيبتاشن الميا بتنزل من السحابة بصورة شتا او صورة تلج او صورة سليت او صورة هاد بقول عليها بريسيبتاشن بقول عليها ايه بريسيبتاشن يبقى المياه سقوط المياه من السحابة يقيمة في صورة او صنو او سليت او هاد عندي حاجة اسمها run off اسمها ايه run off run off يعني ايه run off water flow over earth surface and collect in body of water المياه بتجري على سطح الارض وبتتجمع في body of a في water يبقى انا عندي الستيبز بتاعة الwater cycle number one evaporation condensation precipitation بعد كده transpiration بيحصل مع ال evaporation ووصلكم ال evaporation وال transpiration ممكن نحطوهم نعم الابتحاد كم وحدة كم وحدة ازاي مش فهم يعني كم unit هو دروس معينة مش مش unit صفحات معينة عندك من الزلهالة ممكن ترجع انا مش حافظ الصراحة الدروس ولا الارقام هو الدرس الاخير مش داخل الدرس الاخير مش داخل الامة الباقي فهو داخل ال evaporation من liquid to earth to vapors transpiration evaporation of water from plant leaves قولت كلمة transpiration مهمة جدا اسمها transpiration evaporation of water from plant leaves عندي condensation water bubble بتحول ال liquid precipitation الهطول water from clouds المياه بتسقط من السحابة في صورة rain snow slate hail عندي run ايه يعني ايه مس slate والهيل دو صور للتلك يعني السنو اللي هو التلك slate الصقيع تمام بتختلف صورة الشتعة من بعضها او بتاعت ممكن يكون rain امطار ممكن يكون snow self slate او هيل يعني سقيع تمام او برد تمام دي اربع انواع للآة للبرسب تيجن طيب عندي water flow over earth surface الرن اوف او المياه بتجري على سطح الارض بتتجمع ممكن تتجمع في 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 ground ووتر الرن ايه اه تعالوا نشوفوا كده الرسمة والبيانات على الرسمة دي اسمها ايه اول حاجة ايفابوريشن ايفابوريشن بالراحة يا جماعة الصوت كوندنسيشن برسبتشن وقلت تحفظ الرسمات دية ممكن تجينا بالمتحان برسبتشن اه بعد كده لو سمحت اوفلوا المايك مش عايزة حد يتكرر معاني بس كويس اوفلوا المايك عشان ما نشوشارش على بعض عندي حاجة اسمها ترانس بايريشن اسمها ايه ترانس بايريشن يعني انها تحسمه ايه ترانس بايريشن ان هو عبارة عن ايفابوريشن اوفووتر فروم بلانت ايه ليبز قلنا ان الترانس بايريشن ده يعتبر ايه ايفابوريشن او هو خطوة بتندرك تحت الايه ايفابوريشن بعد كده المياه يحصل لها run off وتنزل في عندي حاجة اسمها نايتروجين سايكل اسمها ايه نايتروجين اتكلمنا عنها مبارح هنكلم اتكلم عنها النهاردة انا شرحت لكم الرسمة شرحت واحدة زيها شرحت واحدة زيها اه النيتروجين البرسنت بتاعه سبنتي ايد برسنت قلتلكم ده ممكن يجينا ان النيتروجين برسنت سبنتي ايد برسنت طيب اتز نيدد باي ارجانزم طوليب ان دي ميك بروتين النيتروجين ده محتاجه الارجانزم او الكائن الحي طوليب عشان يعيش ان دي ميك ايه بروتين ويكون البروتين تمام النيتروجين كانت بي يوز دايريك النيتروجين مش بستخدمه ايه دايريك تمام but must be fixed first to use تمام النيتروجين كانت بي يوز دايريك مش بستخدمه ايه مباشرة لازم اعمل له ايه must be fixed first مست بي ايه اعمل له حاجة اسمها نايتروجين بيكسيشن حاجة اسمها ايه نايتروجين بيكسيشن تمام must be fixed first to be usable compound by bacteria in soil or by lightning قلت عندي قلت عندي كذا حاجة بتعملي fixation للنيتروجين ياما تكون بكتريا ياما يكون lightning ياما يكون volcanic eruption طيب الدكمبوزر والبكتريا help return the nitrogen back into the air by decaying plant and animal ممكن يجينا هنا سؤال يقول لي ايه يقول لي what role of the composer and bacteria in nitrogen cycle ايه الدور بتاع الدكمبوزر او البكتريا في النتروجين ايه cycle اقوله ايه ايه الرول بتاع الدكمبوزر او البكتريا ممكن يجيلي سؤال كده يقول لي what role of the composer and bacteria what role of the composer in a and bacteria or the composer قل لي in nitrogen cycle ايه الدور بتاع الدكمبوزر او البكتريا في النتروجين cycle بتعمل ايه miss help return the nitrogen back into the air by decaying plants and animals او بتعمل ايه بتعمل decaying for plant and animals تحلل لل dead plant and dead animals and return nitrogen back into the air and the soil يبد the composer and the bacteria help return بيساعدني ان هي ترجع help return nitrogen back into the air nitrogen back into the air into the soil and the animals into the soil and the air قلنا هنا lightening تمام هنا النيتروجين هه موجود في الair عن طريق النيتروجين او البكتريا او volcanic eruption بيحصل له nitrogen fixation بيحصل له عملية اسمها ايه اسمها nitrogen ايه fixation طيب النيتروجين fixation بيحولوا من unusable nitrogen leasable ايه nitrogen ادي عندي بكتريا هيت اشتغل عن نيتروجين بتعملي nitro d عبارة عن nitrogen fixing bacteria بتعملي fixation للنيتروجين bacteria in soil fix nitrogen حصل له fixation يبدأ النبات بقى ياخده plant in nitrogen through roots النبات بياخد النيتروجين من الصويل خلال الاي والروز قلنا ان البلانت بيستخدم النيتروجين ليه عشان يصنع منه ايه البروتين الاي البروتين يا نعم بيبنت بتقول ايه بيبنت تقول او احنا بدقن بدقن ونص هنخلص ونص بدقن اتنين ونص هنخلص انشاء الله النيتروجين اتنين ونص نخلص ثلاثة ونص النيتروجين بستخدمه في البروتين سينس تصنيع البروتين او النبات بيست نضغدمه في تصنيع البروتين البروتين اتنين تمام حسنا جينا بعد كده البروتين هو اتخذ النيتروجين وعمل منه البروتين جاءت الانيمال سيقالة البروتين تمام فبالتالي اخذت النيتروجين الانيمال بيترجع النيتروجين للتربة من خلال المواد دي او من خلال اللي هي تموت وتتحلي تمام الجدول ده انا شرحت لكم قبل كده فاهمين هو اللي عاد لكم عليه تاني مس انا هيا فاهمة اللي مش فاهمه يقول لي يامس انا مش فاهمة اللي فاهم خلاص ما يقولش حاجي مس عادي مس عادي تشريحينا خلاص تمام طالما حد مش فاهم اللي مش فاهم حتى لو واحد مش فاهم لازم اشرح كمان ففي اتنين قالوا مش فاهمين فخلينا عنعلو كمان بج ده عبارة عن تيبل جايب لي فيه 3 بلانت جايب لي فيه 3 نباتات بلانت A و بلانت B و بلانت C كل بلانت فيهم خد different amount of A بصلي يعني بلانت A take 4 hours, بلانت B take 8 hours, بلانت C take 15 hours and measuring the height of the plant in first week, second week, third week in first week, بلانت A grow to 6 centimeters, بلانت B to 8 centimeters, بلانت C to 3 centimeters طب أنا بعمل ازاي? عندي حاجة اسمها الـ average اسمها الـ average? أنا بجيب الـ average ازاي? يعني هو في الامتحلة وجاب لي مش هيجيب لي ده ده كده مش هيبه موجود, هيجيب لي الحاجات دي بس اجيب ده ازاي? بجمع الثلاثة دول مع بعض بعد كده عمل لهم division by A by stream تمام? يعني بقول A بقول 3 stream plus one plus plus six equal 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 ten تمام? رح جاية على الـ ten اعمل لها division by cam اعمل ten divided by three. اقسم الايه? الـ ten by three. يبقى ten divided by three. ten اعمل لها division by three. هتكون الـ result عندي او الـ average three point three. عرفته انا بجيبهم ازاي? بجمع كل نبات بجمع الثلاثة ارقام بتوعه دول واقسمهم على ثلاثة. بجمع دول وقسمهم على ثلاثة تطلع four point five. بجمع دول وقسمهم على ثلاثة. على ايه? ثلاثة. تطلع two point zero. two point ايه? two point zero. معايا? مس. يا نعم. قبل ايه عن تقسيم. بنجمع الاول وبعد كده نقسم. نعم. مس اه يعني نسوي واحد اتنين تلاتة تقسيم? لا انت بتجمعي واحد زائد ثلاثة وان زائد. بلس اه بلس سيكس. تمام? وبعد كده النمبرز اللي هيطلع لك هنا هيطلع لك هنا مسلا تن. بتاخد التن ديت وعمل لها دي فيجان باي سري. بتاخد التن ديت وعمل لها دي فيجان باي ايه? باي سري. وكل. بس شون نعرف? بس شون نعرف انه يعني نقسم بتلاتة ما? ما هو يعني المتوسط يعني قسمه نعم. انت عايزة بص انت ليه بتقسمي على تلاتة? انت عايزة متوسط الطول في التلاتة اسابيع. فعطيك كل واحدة كل اسبوع. فانت عايزة بتاعتهم. فبتقسمي على النمبرز افويك. ما هي التلاتة ديت عبارة عن ايه? عبارة عن نمبرز افويك. ويك وان. ويك تو. ويك انا بقسمي على تلاتة. عشان ده انا عندي تلاتة اسابيع بس. فبطلع متوسط النمو. التلاتة وتلاتة من عشرة دي متوسط النمو في التلاتة اسابيع. نعم. يعني كلهم هنقسمي ثلاثة صح? نعم يا حبيبتي? يعني كلهم هنقسمي ثلاثة. ايوة. ايوة. قل لك بتعملي ديفيجان باي سري. سمام? اوكي مش شكرا. ما حدش يجمعني الارقام ديت. الارقام دي عدد الساعات اللي هي تعرضت فيها للسال لايت. انت بتجمع بس الطول بتاعهم. لو حد طلع جامعة دي كمان هتطلع الخطأ. تمام? اول الجامعة بتاعي من تمام? بنجمع تلاتة مع بعض كده. واعمل لهم ديفيجان باي سري. ودول برضو بجمعهم مع بعض. واعمل لهم ديفيجان باي سري. ديفيجان باي ايه? باي سري. تمام? خلاص كده? حد تاني مش فاهم الافريجي جزة? مس? يا نعم. مس يعني كلهم يعني نضربهم اه نزيدهم في ثلاثة يعني? كلهم ايه? يعني كلهم من زيدهم في ثلاثة مثلا واحد زائد ثلاثة ثلاثة زائد ستة. واحد زائد ثلاثة ثلاثة زائد ستة اه. بعد كده اللي اطلع لك تعملي فيه ايه? اخدت. لا ما تحطيهش. اللي اطلع لك تقسميه على ثلاثة. يا جماعة انتو الوضوح صعب تدري معاك. انت بتجمع التلاتة دول. بتجمع التلاتة دول. طلعت لك الجمع بتاعهم عشرة. تاخد العشرة ديت تقسميها على ثلاثة تعملها. وتجمع دول كلك مع بعض. وتشوف الرقم هيطلع لك كم? وتعملوله ديفيجن باي سري. تجمع دول كلك مع بعض. وتشوف الرقم كم وتعملوله ديفيجن باي سري. فهمتي? يعني هنا وان بلاس طب لاي انا عملت ديفايد بسري. ما انا وصلك انا عملت ديفايد بسري عشان سري ديت هي النمبر انا عندي جيبت النمو او ده النمو في ثلاثة اسابيع. انا عايزة معدل متوسط النمو قد اي. اي حاجة بتجيب بتاعتها بتعملي ديفيجن. فانا هي من عملت ديفيجن على النمبر عشان اجيب اف نمو انوان وي. عشان اجيب متوسط النمو في الايه? في الاسبوع الواحد. في الاسبوع الواحد بينهم ومعدل قد ايه? ده الافرج. ده الايه? الافرج متوسط النمو. عبارة عن ايه? بتقسمي بتقسمي وتقسمي على الثلاثة. نصف? نعم. مص حتى يعني اذا اجينا مثلا اه يعني فايف ويكس راح نسوي تقسيم فايف صح? برافو عليك. ايوة برافو عليك. تبا فروض يا مص جابنا في الامتحان ما جاب لناش سري ويك وجاب لنا فور ويك او فايف ويك. تقسمي على النمبر اف ويك. على النمبر اف ايه? بس هو لو جابها بيجبها زي ما هو كاتبها في الهيكل يعني ما تقلقه بش. مش هيجب لكم اكتر من كده. يلا ناخد اللي بعد كده. what's your condition favored the most gross? any condition of this condition favored the most gross? تعالوا نشوفوا الافرجة هنا. more average in A. in plant B. همان? زي بلانت ووز اكسبوز دو 8 اوار افلايت شو زي عمست ايه؟ جروس. النبات اللي بيتعرض لي اوقات اكتر من الضوبي بيبقى اللي مست ايه؟ مست جروس عبارة عن ايه؟ مست جروس. مست جروس. تمام. طيب بلانت سي. بيقول لك ودش بلانت ليست جروس. تعالوا انتو طلعوا لي هنا ليست جروس مين? مين اقل واحد في النمو? سي. بلانت سي. بلانت ايه سي? تمام? تمام. بل بلانت سي? شوز زا ليست. جروس. اقل ايه? جروس. تمام? تمام تمام. وينك سبوز دو مور صليت? بلانت ما يتنيد من مور ووتر تو جروس. طب هنسأل ليه البلانت سي ده هو اقل واحد في النمو? ليه هو بلانت سي. برغم من انه هو واخد مور اوار افصال ليت. يعني يا ميز ده خد كمي القليلة من المية. يبقى بلانت سي شوز زا ليست جروس. وينك سبوز ده مور صليت. بلانت ما يتنيد مور اه? ووتر. كان المفروض ان المفروض ان البلانت ده تلا ما خد مور صليت نتديله مور اه? ووتر. ما يتنيد اه? مور ووتر بيحتاج ايه؟ مور ووتر فور مور ووتر فور تمام طيب Organisms that make their food Organisms that make their food called ايه؟ Producers ماشي؟ بل Producers and organisms that make its their food وقلنا مثال عليه ايه؟ البلانت اللي هي النباتات البلانت او النباتات دي بتعتبر ايه؟ Producers بنقوله ايه؟ بلانت النباتات طيب Organisms that get food by eating القائن الحي اللي بياخد الطعام بتاعه الفود by eating عن طريق الطعام بقول عليه ايه؟ Consumer بقول عليه ايه؟ Consumer 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 تمام اي اقدام بالزباب of consumer ال consumer 3 type of consumer عندي ايه؟ 3 type of consumer من يقولي 3 type of consumer؟ مثلا خديم كربي ورد و كرني ورد كرني ورد و كرني ورد من أي بعض مسم��이 في الهربي ورد كرني ورد و و Anders حوالي تجايف تجايف الكرني ورد لازم احنا دخلين الامتحان نعرف يعني ايه بروديوسر يعني ايه كونسيومر طيب كونسيومر قلنا الهيرفيفرات كورنيفور ات قولي انيمال اعتقد ان الحاجات دي سهلة بالنسبة لكم مش بيحصل فيها اي تداخل معي مش شو امتلا عن الامنفورات بتقول ايه يا حاجاتي مستمعك بس يعني زي شو حيوانات عن الامنفورة امنفورة اي حيوان بياكل بلانتس وبياكل ميز تمام زي ده اهو اي حيوان عندك بياكل بلاهو مش هيقولك قوليلي عليا انا قصد انك انت تبقى عارفة الهيرفيفور الكارنيفور الامنفور كل كلمة ومعناها تمام هو مش هيقولك يعني قوليلي مثال بالزبط لا هو هيقولك types of consumers هيقول لو سألك على examples هتقولك example للبروديوسر البروديوسر اللي هو مين البلانت تمام يعني ده كده الهورس ايت بلانت تقولي زي ما احنا عارفين دي هيرفيفور الكارنيفور ايت اانيمال تمام اقفلوا المايك اللي فاتح المايك هنا الامنفور ايت بلانت ايه اين ايه طيب تيجي الريليشنشيب بين بري ومن حاجات برضو السهلة واللي اكيد بتيجي في الامتحان بري ديتور يعني الحيوان المفترس بقول عليه ايه بري ديتور حيوان بيصطاد عشان يحصل على الطعام بتاعه زي اورجانيزم زي هانت هانت يعني ايه بيصطاد فور زير ايه فور زي اورجانيزم زي ار هانت اند كيل ار كولد ايه بري الكائن الحي اللي انا بصطاده ويه اه 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 از اورجانيزم زي هانت الكائن الحي اللي بيتم استياده وقتله او اه الحصول عليه ده اسمه بري اللي هي الفريسة يبقى البرد ييتور ارجانيزم زي هانت فور زير فوت حد بيصطاد للا ايه عشان كائن حي بيصطاد عشان يحصل على الغذاء بتاعه انما البري از ارجانيزم زي ار هانت ايه الكائن الحي اللي ب quitting يعني ده مسلا بنقول عليه ايه? وده? طب ده? عندي حاجة اسمها اسمها ايه? ايه 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 هي مجموعة من الكائنات الحية بتعيش في نفس المكان. بقول عليها يبقى مجموعة من الكائنات الحية بتعيش في نفس المنطقة. عندي اللي هما الاتموسفير جيوسفير هايدروسفير بايوسفير حاجات مهمة جدا وسهلة. هناخد كل واحد فيهم على حدا نتكلم عنه. الاتموسفير is made of layer of gases. هو عبارة على layers من الجازة that's around the air. الاتموسفير اللي هو الغلافي الجو. it is the layer of gases that's around the air. these gases protect life on earth and provide oxygen and carbon dioxide by living things. عندك هنا nitrogen gas 78% النسبة بتاعته في الاتموسفير. الoxygen 21% تمام؟ الcarbon dioxide with water vapor and other gases 1A 1%. these gases protect life in earth and provide oxygen and carbon dioxide needed by living things. بيقول لي ان الجازة دية او الغازات اللي بتكون منها الغلافي الجوي protect life in earth. بتحمل حياة على سطح الارض. protect life in earth. and provide بتديني اوكسوجين. and provide oxygen. and carbon dioxide وساني اوكسيد الكربون. needed by living a needed by living things. اللي الكائنات بيقول لي ان الجازة دية او الغازات اللي كامل تحمل حياة على سطح الارض. بيقول لنا جيو مصطلح جيو بس كلمة جيو معرها الروكس. جيو يعني ايه؟ الروكس. جيو سفير are made up of all rocks in air. هو عبارة عن all rocks in air. all rocks in air. تمام? it include rock found in on and blue earth surface. الجيو سفير ده. جيو سفير. include الروكس بيشمل ايه؟ الروكس. found on اللي موجودة على and blue earth surface. سواء كانت الروكس ديت موجودة على السطح solid rocks او موجودة تحت سطح الارض. blue earth surface. بقول عليها ايه؟ بقول عليها مجمى او multi rock. the earth او الصخور اللي بتبقى تحت الارض او بطن الارض دي كمان بتعتبر جيو سفير. اسمها مجمى او اسمها multi rock. الصخور المنصهرة. ما؟ طيب. examples. مثال على الجيو سفير. عندي حاجة اسمها ايه؟ mountain. البركان. عندي الفولكانو. تربة. عندي السويل. تمام؟ وعندي الروكس. يبقى mountain or volcano or soil or rocks. or this examples for a جيو سفير. يبقى هو ممكن يجيب لنا في الامتحان صور. تمام؟ صور اللي ايه اللروك او صور اللي اين ايه؟ آآ land features. اي حاجة من الحاجات اللي اكتبها موجودة على الارض سواء ماونتين او فولكانو او سويل. ويقول لنا ده عبارة عن جيو. ولا باي سفير ولا هايدرو سفير ولا اطموسفير. عندي حاجة اسمها هايدرو سفير. اسمها ايه؟ هايدرو سفير. هايدرو سفير. هايدرو سفير. حالة earth water in solid or liquid A form. كل المياه اللي على الارض. سواء كانت المياه دية solid. صلبة او liquid A او liquid سائلة. تمام؟ قلنا solid زي الغليشور والايس كاب ولكوا زي الريفرز او الاوشان. salt and fresh water cover more than 30% of earth. الصلت المياه المالحة والفرش ووتر they cover more than 30% of earth. يبادي بقول عليها ايه؟ هايدرو سفير. بقول عليها ايه؟ هايدرو سفير. يبال هايدرو سفير كل دي ايه؟ هايدرو سفير. كل دي ايه؟ هايدرو سفير. ولو لقناها solid زي الغليشور والايس كاب نقول عليها برضو ايه؟ نقول عليها آآ هايدرو سفير. نقول عليها ايه؟ هايدرو سفير. الصلبة عندي او الغليشور. الغليشور والايه؟ الغليشور والايس كاب نقول عليها ايه؟ والايس كاب نقول عليها ايه؟ فهم كمان بيعتبروا من الايه؟ من الاتموسفيرة. نمبر فور في السيستمز اللي عندي اسمه اي بايو سفير اسمه اي بايو يعني حيوي او حي بقول عليها بايو سفير البيو سفير بيشمل هو هي كل الاجزاء على الارض اللي بتكون موجود فيها ايه حيات تمام الهواء والمية دول كلهم بيعملولي ايه بايو سفير هي كل الكائنات الايه الحية سواء كانت سواء كانت سواء كانت بلانت سواء كانت برد ايه حياتي موجودة بايو سفير بايو سفير بايو سفير بايو سفير يبا بايو سفير انقلود كل موجودة بايو سفير ايه حياتي موجودة بايو سفير بايو سفير ايه حياتي موجودة بايو سفير بيحتوي على كل الكائنات الغير حية. تمام? طبعا فالس. لان البيوسفير بيحتوي على ايه? 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 زي نقط جازز الراوند ها? هو الايه? معايا يا سمعيني? الاتموسفير. 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 يلا ركزوا معايا. طيب يلا نكمل البقية الدرسة. الهابتات اند نيش. الهابتات اند ايه نيش. من حاجات او المصطلحات المهمة جدا. الهابتات هي هو المكان اللي بيعيش فيه الكائن الحي. النيش يعني ايه? هو الرول او الدور اللي بيلعبه الكائن الحي. بقول عليه نيش. فيلمة نيش كمان. اللي هو الجوب. ال ايه? الجوب. الوظيفة بتاعت الايه? الكائن الحي اللي عندي. بقول عليها ايه الجوب. تمام? يبقى النيش ده اسبسيفك رولو فان ارجانيزم هاز از ايه ايه نيش. طيب. هنا مسلا بيقول لك الهاني فيه بيديني النحلة. الهابتات بتاعها بتسكن فين? بتسكن في الفيلد. تمام? او الميدو ده نوع من الحشائش او النباتات والجاردن الحضيقة. ده الهابتات بتاعها اللي بتبقى موجود فيه. طب النيش بتاعها بتروح فين? بتروح على البولينيتنج فلاور. النيش بتاعها يا اما تعمل بولينيتنج فلاور يا اما تعمل لي ميكنج هاني. بعد البيب بتعمل للفلاور. يعني ايه بولينيتنج فلاور? يعني بتلقح النبات. بتاخد البولين فروم ميل تو في ميل. بتاخد حبوب اللقاح تنقلها من الزكر للانسب. او من زهرة لزهرة تانية. فدي بقول عليها بولينيتنج فلاور. هتاخدوا عملية البولينيتنج بالتفصيل في جريت سيكس. يبنيش بتاع الهاني بي اللي هي بولينيتنج ايه? فلاور. ان هي بتلقح النباتات. بتاخد بتقف كده عليها وتاخد حبوب اللقاح. حبوب اللقاح اللي هي النقط الصفرة اللي عندكم دي. تحملها كده في لجليها. وتنقلها من ظهرة لظهرة ايه تاني طب لها كمان نشتاني اللي هي بتعمل لي ايه إنها بتصنعها عسل النه تمام يبغى الهانيبي ميس ميس ما في ممتي الهانيبي قوضي رأيتلك تاني انا قلت الهانيبي اللي هي النحلة بنتكلم عالهبيتات بتاحها ولنش بتاحها بنوضح ايه هي بتعيش فين الهبيتات المسكن بتاحها فين وايه الروز بتاعتها ايه الروز بتاعتها بتعمل لي ايه? قلنا ان الايكو سيستمز بتاعها ايه عفوا الهابتات بتاعتها ان هي ممكن تعيش لي في الفيلد في الحق في الميدو في الحشائش في الغاردن في الحديقة. طيب انيش بتاعها ان هي هتعمل لي ايه? ايه الضور بتاعها? بتعمل لي ايه? بولينيتينج بلانت. يعني ايه بولينيتينج بلانت? تلقح النبات. اه. تلقح الظهور. تلقح الظهور. بولينيتينج بلاورز. بولينيتينج بلاورز. كلمة بولينيتينج يعني عملية بتعمل يعني بتنقل حبوب اللقاح من الميل للفيميل. نمام? بقول عليها. نعم. الشان الفيلد. الفيلد اللي فوق ديت? الحق. اه. الحق. طيب. النيش الدوري التاني بتاع الهني بتاع النحلة ان هي بتعملي العسل. مش انا قلتلك نيش يعني جوب. فيلمة نيش يعني جوب الوظيفة. ايه. طيب هي وظيفتها اه. طيب هي وظيفتها اه تعمل لي تلقح النباتات. اه معنش. او ميكينج ايه هاني. تعمل لي عسل. تمام? تمام نس. طيب يلا نكمل الباب. الروز اللي بيعمله الكائن الحي بيعمل رول في الايكو سيستم بتاعه بيعمل دور. الدور ده بقول عليه ايه? نيش. بقول عليه ايه? نيش. يبقى ايه نيش. تمام? think about marine ايكو سيستم. عندي حاجة اسمها marine ايكو سيستم. marine ايكو سيستم يعني الحياة المائية او اللي بتكون في المحيط. تمام? touch as ocean. الاوشن ده بنقول عليه ايه? marine ايكو سيستم يعني فيه كائنات بحرية. there are many interaction between living things within the ecosystem. في الايكو سيستم او في الاوشنز ده فيه interaction between living things. تفاعل وتعاوم بين الكائنات الحية. marine biologist. العلماء درسوا population of plants and animals in this ecosystem. when they notice a change. العلماء وهم بيدرسوا المارين ايكو سيستم او بيدرسوا الوشن ببيوليشن. لحظوا change. لحظوا تغيير. suppose a predator ببيوليشن صدلة ذكرية. بيقولك افترض ان عندك predator. عندك ايه? predator. البرديوتور. طيب البرديوتور ده حصله ايه? قالك predator population صدلة ديكريز. البرديوتور ده حصله ايه? ديكريز. تمام? صدلة ديكريز. even through the prey population stays the same. حتى لو البري بتاعته stays the same. مش بتتأثر. زي ما هي البري. same. يبانا دلوقتي البرديوتور ال والبري سابتة زي ما هي. beside disease وكان عندك كمان امراض. what could explain this exchange? اشرح لي التغير اللي بيحصل. تمام? يبانا عندي البرديوتور ال والبري زي ما هو ثابت. تمام? وعندي كمان disease. the producer has its own البرديوتور زي ده لما قال البرديوتور زي ده ليه كمان بريديوتور بيتغذى عليه. مش اي كائن مفترس بكل كائن تاني بيتغذى عليه. فالبرديوتور has its own predator حسب impulsion increase. يعني ايه? مش انا ده. البرديوتور ده قلت عليه قال. طب قال لي ليه. عشان فيه واحد تاني مفترس اقوى منه. اسمه بريديوتور برضو. اسمه ايه? بريديوتور. يعني انا مثلا لو هقول على البرديوتور ده بريديوتور number one. والبرديوتور ده هقول عليه number ايه? number two. فلما البرديوتور number one يزيد. هياكل البرديوتر نمبر تو. صح? صحية? انتو عندكم اثنين بريديوتر. البرديوتر نمبر وان ده زاد. فكال البرديوتر نمبر ايه? نمبر تو. فجال بريديوتر نمبر تو قل. جال بريديوتر نمبر تو ايه دي كريز. ما هو يولاد كل كائن مفترس. كل قوي في الاقوى منه. يعني انا بقولك عندك بريديوتر وبري. طب هل البرديوتر ده ما فيش حد قوي يقدر عليه يأكله? لا. في فريسة في كائن مفترس بيقدر عليه ويأكله. هي كده سلسلة متلازمة بين الكائنات الحية. تمام? يعني زي ما هو بيقدر على البري ويأكلها. على الفريسة ويأكلها. هو كمان بيعتبر فريسة لبعض الكائنات الاقوى منه. شاهميني? مش عادي شؤال? مش فضل. مش هو لو فيه انباسي في سبيسيز يقدر يأكل بريديوتر ولا لأ? قولي تاني. ولا بس مش لو فيه انباسي في سبيسيز حيوان انباسي في سبيسيز يقدر يأكل بريديوتر مش بس بري ولا لأ? بصي انت سؤالك من اللي بيسأل? مسأنا روض. بصي يا روض. انت بتقولي لو فيه يقدر يأكل بريديوتر ولا مش بس بري بس انت ممكن يدخل عندك في كائن حي في الكائن حي عندك في بيئة او في ايكو سيستم ويكون انبيزيز قوي روض. انبيزيز قوي. يقدر يأكل البريديوتر يقدر يأكل اي كائن مفترس في البيئة دي يقدر يأكل الايه? البريديوتر بس في الحالة دي هتسمي البريديوتر ايه? لما الانبيزي في سبيسيز يأكله هتقولي عليه برضو بريديوتر? ولا هتقولي عليه بري? جاوبيني انت? بري بري? يبقى اي كائن قوي الانبيزي في سبيسيز ده دخل الايكو سيستم زي مثلا الكان تودي اللي احنا دخلناه في استراليا احنا دخلنا الكان تودي ليه? عشان يأكل البيتلز يأكل الايه? البيتلز تمام? فالبيتل بالنسبة له ايه؟ بالنسبة له بري وهو بالنسبة لها بريديوتر تمام? فهي ما بتتأسي كده بتتأسي زي? ان دايما كل بريديوتر ليه بري يعني مثلا على سبيل المثال الاسد والارنب والنبات خدي كده معاي اسد وارنب ونبات عندك تلات حاجات دول الاسد لما يأكل الارنب يبقى الاسد البريديوتر والارنب البري الارنب بيأكل النبات يبقى النبات البري والارنب بتحول هنا لبريديوتر الارنب بقى في اللحظة دي ايه؟ بريدياتور انت فاهماني امت اقول على الكائن الحي ده بريدياتور لما يأكل نباتة اقل منه او عفوا يأكل حيوان تاني اقل منه فاهماني يعني انا قصدي اقولك ان البرائي ممكن تتحول لبردياتور والبردياتور تتحول لبرائي انت هي مش قاعدة ثابتة انت على حسب الحالة اللي قدامك بتصنفي ده بري ولا بريدياتور هل هو اكل ولا ساكل هل هو هانت يعني حد استاده ولا هو استاد فاهماني؟ ايوه معلش هو الموضوع عايز تركيز شوي الموضوع عايز تركيز شوي ركيزه بس معايا هنا طب اكمل السؤال واخد اسئلة تانية عشان انتوا قطعتوا الشرح هرجع عدم الاول خلونا اكمل ده وبعدين انا اخد سؤال تاني انا عند البردياتور نمبر وانا هو زاد في العدد حصل له انكريز فكان البردياتور نمبر تو فالبردياتور نمبر تو حصل له ايه دي كريز يبا زا بريدياتور هاز اتس اون بريدياتور هوز ببيوليشن انكريز البردياتور اللي قل اللي انت بتقولي عليه عندك في المارين انه هو قل ده ده فيه بريدياتور زي تاني بيتغز عليه زاد وكلو طيب زا بريدياتور هاز اتس اون بريدياتور هوز ببيوليشن انكريز بالحالة دي بقى ما اقولش على البردياتور نمبر اتنين بريدياتور اقول عليه ايه بري لما البردياتور وان ياكله اقول عليه ايه ده بري للمبردياتور نمبر ايه وان طب ايه كمان من الاسباب ممكن تخليه يقل يعني ايه يا مسي يعني ممكن في سبب تاني يخليلك البرديوتر اللي في الايكو سيستم ايه هو ان البرديوتر عندك هو تقعد في المارين فش دخلو ايه دخلو زي راندة ما قالت دخلو يعني ايه دخلو بريديوتر جديد يتنافس معاه يتنافس معاه على الاي على البري بتاعته على الفريسة بتاعه وهاه الأيه و albo هو اللي فازة واضع على البرية سواني لو سمح يعني ده كان البرية كلها او حصل على الريسورس كلها وسب الوريجينال بريدياتور من غير اي مصادر يعني ده اقول عليه مثلا لو انا بقول عليه يعني الكائن الحي المفترس اللي موجود طبيعي في البيئة تمام وده بقول عليه ايه بقول عليه كومبيتنج بريدياتور زي ما هو مسميهولي هنا مش هقول عليه لانه هو في اللي قدامي ما قاليش قال لي كومبيتنج بريدياتور كومبيتنج بريدياتور كومبيتنج اي بريدياتور مس مس وفا مس بس في نبات يأكل الحشرات فيعني هاذ النبات بيكون بريدياتور والحشرة بتكون بري صح ايوة ايوة لو في بعض النباتات فعلا بتصطاد الحشرات فهي برضو بتكون ايه مس ازاي يا حبيبتي ما هو بيصطاده النبات بيصطاد الحشرة ايوة ازاي بعد انواع من النباتات افتحها على جوجل اقولي انواع من النباتات تصطاد الحشرة على العموم يا جماعة ما اصطعباش على نفسك يعني دي مش علينا النقطة اللي دانا بتقولها هي سأل السؤال انا جاوبتها هو عمرو في الامتحمة هيجيب لكم البلانت اللي بيصطاد الحشر ركزوا معايا هنتم مثلا ايشون البرداتر حيقل البرداتر نعم بتقولي ايه بس انت كتبت بريداتر وان حيقل بريداتر تو ايشون البرداتر باقي بريداتر بريداتر كذا حد سألني سؤال طلعني برا ماكملتش ده بعدين انت سألت رجحتين لده فانا هتتبع معكم نظام سيبوني اكمل الشرح وبعد كده ارجع عدم الاول ثاني واوضح لكم سؤالكم لان انا لحد الان ماكملتش اجابة السؤال خلوني اكمل ثاني ده كده اسمه يعني البرداتر او الكائن المفترس اللي موجود في البيع دخل عليه يعني كائن مفترس متنافس معا اللي اتنين بيت نفسه مع بعض على البرداتر ده لما دخل خد البرد اضع عليها الاول فبالتالي ده جاي يأكل ملاقش الرسورس بتاعك لا الرسورس بتاعته ايه قلت تمام فده تسبب ان الوريجنال بريداتر الكان المفترس الاول بيقل في النمبر يبقى كومباتينج البريداتر انترز ايكو سيستم انترز ايكو سيستم وبياخد البري اصلاع البري لفنك ده وحيب الوريجنال بريداتر وزع او ايه رسورس طيب انت كنت بتقولي ايه اللي كانت بتسأل كانت بتقولي ايه لو سمحت تقولي تاني اللي كانت بتسأل هنا عايزة ايه يا بنات من اللي كانت بتسألنا على السؤال هنا ايه السؤال ايه حبيبتك كنت بتقولي ايه ان انت عندك بريديتور وان وبرديتور تو ازاي بريديتور ياكل بريديتور ايو وفي الحالة دي بقى البريديوتر 2 بالنسبة للبريديوتر 1 نسميه ايه؟ من الشطر اللي يقولي البريديوتر 1 لما يأكل البريديوتر 2 أسمي البريديوتر 2 أسميه ايه؟ أسميه ايه؟ بري من اللي قاللي بري عسل عسل فله المايك لو سمحتوا كلكم يا جماعة أنا عندي بدوتر 1.بدوتر 2. بدوتر 1 هو البريديوتر وبدوتر 2 تحول لبري بريديوتر 2 كان الفريسة كان выбري. بدوتر 2 هو البري وبريديوتر بعد البري زي ما هي بعض been aimable. انت بتوظفي يا غادير على حسب الكائنات اللي عندك من بياكل من? انت بت majestic السمكة. يبا انت البريديوتر والسمكة هي البري. السمكة بتاكل حشرة او بتاكل سمكة اصغر منهن او بتاكل كائنات حية في المية بقيت السمكة دلوقتي هي البريديوتر والكائنات الحية الزغيرة هي البري فهماني يا غدير ايه مش شكرا احنا بنتغزى على الدجاج بناكل دجاج يبانى البريديوتر والدجاج اللي انا كلتها هي البري طب الدجاج اللي انا بكون هدية بتروح تاكل ايه مثلا بعض المواد اي مواد بتاكلها بعض الدجاج بيتغزى على الحصرات الدجاج اللي هو بعضه بيتغزى على الكائنات الحية يبانى الدجاجة دية هي البريديوتر والكائنات الزغيرة اللي كلتها هي البري فهمتين يا غدير انتو يا ولاد بتوظفوا على حسب الكلام اللي بتقلكم على حسب الكونديشنز اللي قدامكم ماهيش قعدة سابتة البري والبريديوتر انتم اللي بتحددوا مين كل مين اللي تاكل هو البري واللي كل هو البريديوتر طب انا هقول لكم على حاجة مثلا السعلب بيأكل الارنب بظل السعلب بريديوتر هل السعلب هيتن طول حياته بريديوتر مفيش كائن في الاسد هيجي الاسد ياكل السعلب اصبح الفوكس بري والاسد ايه بريديوتر فاهميني؟ بقى انتم مش عشان كائن مفترس او بقول بريديوتر يبا هو خلاص بقى هيتن كده بريديوتر لا هو اكيد فيه كائن حي اقوى منه بيتغز علي كائن حي اقوى منه ايه بيتغز علي مسي يعني مسي يعني عندنا برايمري كونسيومر بعدين سيكاندري كونسيومر بعدين تيرتلي كونسيومر ن kurz zusammen ا existence up consumer يا يادانا دلوقتي الكونسيومر الكونسيومر انا بتكلم في relationship بين البري والأ pues زمائن متلغبطين يحددوا البي والبريديوتر فاحنا بنوضح البي وي البرديوتر مش باله الحال في الكونسيومر دلوقتي احنا الكونسيومر قلناهament ابله كده فاهمني? اوكي مسي. طيب تعالوا كده نتكلم تاني او اقول لكم تاني اوضح لكم السؤال ده تاني. انتو عندكم حاجة اسمها مارين ايكو سيستم. اسمها ايه? مارين ايكو سيستم. بيئة مائية. تمام? زي الايه? الايه? الاوشن. عندك الاوشن ده في انتراكشن بالليبنج سينجل. المارين بايولوجيستيك ديت او الحياة ديت فيه عندك في المحيط بلانت وانمال. بيقولك ايه? سببوز افطار دي افريديوتر بوبيوليشن صديلي ديكريز. انت عندك بريديوتر كائن مفترس وحصل له ايه ديكريز. فجأة لقيته قلب. ايفنس روزة بري بوبيوليشن سيستم. مع ان البري بتاعته الفريسة بتاعته سيستم ايه? سيم. زي ما هي. تمام? واتقد اكس بلانت. ايه اللي يشرح لي التغير اللي حصل دي. تفسر لي. ازاي البريديوتر عندي يقل? تمام? ازاي البريديوتر عندي يقل? والبري تتمي زي ما هي? البريستيت زي سيم. قال لك حاجة قال لك اتنين اختيارين. ازا بريديوتر هز اتس اون بريديوتر هز ببيوليشن انكريز. بيكون له الاون بريديوتر. شايفة? يعني كان المفترس. قال لك ليه لان بريديوتر. يعني ليه الكائن المفترس الخاص بييه. تمام? الكائن المفترس او ان بريديوتر هز از 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 principalmente in there. تمام?K tank wen الكمبيتنج بريدياتور ساسمه ايه كومبيتنج بريدياتور قلتل قم عندي حاج اسمها اريجينال اريجينال بريدياتور وحاجة اسمها ايه قالو معاي�י الاريجينال والكمبيتنج اللى هو الكائن المفترس اللي موجود في المكان الكمبيتنج اللي بيتنافس معانا فده بياخد ايه بيتغزى على او بياخد الريسورس او والموارد بتاعت الـ original A-Breduitor. تمام؟ يجو الـ original Breduitor اللي هي الـ resource بتاعته حصل لها A-Decrees. resource بتاعته حصل لها A-Decrees. تمام؟ لأن الـ Compating Breduitor ده اللي هو الكائن المفترس التنافسي بيدخل يتنافس مع الـ original Breduitor على resource. ده اللي أنا دخلته. النظام الـ B بتاعك. إنما ده كان موجود بالفعل من قبل كده. اللي هو الـ original Breduitor. الـ Compating Breduitor ده ممكن نقول عليه Invasive Spacious زي زميلتنا مقالة. ممكن نقول عليه آه? Invasive Spacious. تمام؟ كده الملف ده آآ 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 صوروه وذكروه. مع الملف بتاعة الهيكل اللي أنا بعتاه لكم قبل كده. تمام؟ وبعتلكم مراجعة. أو هاعد لكم ارسال المراجعة والحل بتاعها. تمام؟ وان شاء الله امركم تبقى تمامي. انتوا فاضل بس تذكروا المحتوى اللي احنا خدناها الايام اللي فاتت دا. حسنا؟ حمس يعني بكرة وبعد ما فيش حصة. خلاص النهار ده آخر خصة لكم بإذن الله. تمام؟ يعني عندكم الفيديوهات هيت. وإيه لو احتاجتوا حاجة مني ابعتوه. مع السلامة. انت درسي صف سادسة؟ آآ. حالو حالو. مين اللي بيسأل أصلا؟ ماريا. مين اللي بيسأل على صف سادسة؟ ماس ماريا مبس أو مخرجة. ماريا مخرجة؟ طيب يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. بايموس. شكرا سميشوين. ترجمة نانسي قنقر